من الجليل الأعلى مراسلة العربي كريستين رينوي كريستين دعيني أبدأ معك طالما هذا العاجل يظهر على شاشتنا نقلا عن وزير الأمن الإسرائيلي أفغالانت يقول علينا الاستعداد لكل احتمال بما في ذلك الانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم دعيني في صورة التصريحات الإسرائيلية والاستعدادات الإسرائيلية وبطبيعة الحال الوضع الميداني في جليل بالفعل ديما هذا تصريح لوزير الأمن الإسرائيلي أفغالانت في مقر قيادة سلاح الجو من إحدى غرف المراقبة أطلق هذه التصريحات من أن إسرائيل عليها الاستعداد سريعا للانتقال من الدفاع إلى الهجوم وإيضا حث قوات الدفاعات الجوية للاستعداد لكل سيناريو واحتمال عندما تقول إسرائيل إنها عمليا تنتقل من الدفاع إلى الهجوم هذه إشارة ديما إلى أولا مهمة صد الردود المحتملة من قبل حزب الله على اغتيال فؤاد شكر في الضحية الجنوبية في بيروت وأيضا اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران ثم الرد الإسرائيلي على هذه الردود إسرائيل منذ الليلة الماضية تبحث ردودا مضادة وإيضا بحثت سيناريوهات لهجوم مضاد على لبنان وإيضا على ما يبدو ضد إيران في إطار بحث السيناريوهات المستقبلية خلال الأيام المستقبلية هذا على الأقل ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية من بعد الإعلان عن انتهاء المشاورات الأمنية التي شارك فيها نتنياهو مع رؤساء الأجهزة الأمنية واستمرت أربع ساعات وفي هذا الاجتماع تحديدا بحثت السيناريوهات المستقبلية لهجمات إسرائيلية محتملة بعد الردود التي تترقبها إسرائيل هناك الكثير من التحريض لشن هجمات وضربات استباقية رئيس بلدية كريات شمونة أطلق تصريحات لموقع صحيفة ضعوت أحرنوت يقول إن ما عاشه الإسرائيليون على مدى الأشهر العشرة الماضية إن كان في الشمال هنا أو إن كان في الجنوب في غلاف غزة الآن تسعة ملايين يهودي وإسرائيلي يعيشونه في إشارة إلى كل سكان إسرائيل إنهم يعيشون في حالة من الترقب حالة من القلق حالة من الانتظار لهجوم لا تعرف إسرائيل متى سوف يكون في أي نطاق سوف يكون وما هي الأهداف التي سوف تركز عليها هذه الردود المحتملة لكن فيما يتعلق برد حزب الله كان موقع ولا الإسرائيلي ذكر عن أن الجيش يفكر في سيناريو احتمال أن يستهدف حزب الله حيفة كعاصمة للشمال على أساس أن عملية الاغتيال كانت في الضحية الجنوبية في بيروت وأن يستهدف منشآت حيوية ومواقع عسكرية وقواعد عسكرية وأمنية تابعة للجيش لكنه ذكر الموقع واعتبر الموقع أن هجوما على حيفة سوف يستدعي ردا شديدا للغاية من الجيش الإسرائيلي عبر هجومه على أهداف تابعة لحزب الله بما في ذلك في بيروت بالتالي هذه سيناريوهات نراها أيضا في الإعلام الإسرائيلي وفيما يتعلق برد حزب الله هناك مخاوف بأن يكون الرد متعلق ويستهدف حيفة لذلك نرى أيضا ونلمس في سطور المواقع الإلكترونية للصحف الإسرائيلية تهديدات مبطنة من الجيش الإسرائيلي بأنه استداف حيفة يعني أيضا هجمات إضافية وقد تستهدف بيروت ديما نعم كريستين يعني أيضا ماذا عن الغارات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان كما نتابع حاليا أن بلد طلوسة جنوب لبنان تستهدف من قبل قصف مدفعي إسرائيلي من حيث نحن موجودون رصدنا إطلاق قذائف صاروخية تحديدا جنوب الوزاني في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني الآن أيضا طلوسة قبلها كان هناك غرات عنيفة استهدفت ميس الجبل واستشهد أربعة لبنانيين بينهم مسعف ديما لكن رواية الجيش الإسرائيلي مختلفة هو أصدر بيانا رسميا قال فيه أنه هاجم ما وصفها بالخلية تحديدا في ميس الجبل الجنوبي لبنان بالدعاء أن هذا الهجوم على الخلية كان بعد رصدها تعمل على تشغيل طائرة مسيرة هجمات على طلوسة على ميس الجبل على دير سريان على كفر كيلة على حولة على البزورية كل هذه الهجمات التي لاحق فيها الجيش الإسرائيلي عناصر في حزب الله أيضا كانت تستدعي ردودا من حزب الله وعمليات مثل عملية أي لتشحر الليلة الماضية في ساعات فجر هذا اليوم ديما والتي أسفرت عن إصابة ضابط وجندي إذن هذا هو المشهد من جليل أعلى مع كريستين ريناو